الحملة بعدي مستمرة؟ مستمرة حملة دعم الدينار بلغت عدد التعهدات الخطية لغاية يوم 13 سبعة أشر ألف تعهد خطي تقريبا ومية وثلاثين طيب نعم مجموعة الشركات والمحالة التجارية والوكالات اللي أخذت من التعهد الخطي 13 ألف وعشرين معارض السيارات 3500 واربعة طيب مجمعات السكنية 409 في بغداد والمحافظات جيد الموضوع أنت طبعا ملمبي وعملك مشهود ونحن دائما نشهد العملك لكن أكو بعض الأشخاص يقول لك أنا أتعامل بالدينار العراقي يحسب لك هذا ب500 دولار بس ما يحسب لك إياه على 132 يحسب لك إياه على 165 هسا صار مادرش قدر أستاذ عمار بالنسبة لمعارض السيارات عندنا عدة قضايا تحقيقية فتحت على هذه الأساس منها بالتعامل بيئة دولار ومن ضمن هذه التعهدات اللي يتعامل بالدولار وفتحت قضايا تحقيقية بحقهم طيب حل نشوف هذا عقد شراء سيد المخرج تقدر تاخذ لها العقد شوف هذا عقد الشراء عقد بيع وشراء السيارات أرضي يا سيد المخرج هذا عقد بيع وشراء هذا عليه إجراء قانوني نعم هذه الدعوة قضائية موجودة في مديرية مكافحة تجارية منظمة رصافة طيب بالإضافة إلى عدة عقود أخرى أرضت أمام القضايا طالبك بدليل تقدم بأن هذه الشركة تتعامل بالدولار هذا في حال أنه أكو وصولات نعم أكو ناس يعني متعرف أكو ثعالب أكو أكو مكارين أنتش قد ما تجيب القانون يباوبها يجيبها منها منها يطلع لك إياها بالدينار العراق بل سيأخذ منك ما الدولار السعر الموازي أحنا نطلب من المواطن بأن يبلغ على هؤلاء الأشخاص طيب يعني مثل ما هاي القضية هس اللي صارت مات المعرض نعم أحد الأشخاص قدمنا الدليل بين هذه الشركة موجودة نعم لدى مديرة مكاجرية منظمة الرصافة بين هذا المعرض يتعامل بالدولار نعم ويتعامل بالسوق الموازي طيب يعني من تشتري العجلة من عنده طيب 30 مليون دينار عراقي يحسب لك إياها على 155 فرضا جيد من تواجه بالدليل وتقدم الإثباتات للقضاء جيد تتخذ إجراءات قانونية بحقها راح يكون رادع للغير أما ذا المواطن يظل هو مستر وهو راضي بالموضوع أو خايف ليش يخاف يخاف يقول لك أنا ذا أبو الإيجاب إذا هو القانون دا يحميه أي ليش يخاف